يعني لقطة مليون جنيه ممكن تقول مليار جنيه او مليار دولار مليار استلييني لقطة لا تقدر بمال اصلا لقطة يعني الواحد النهاردة كان مستمتع بيها بشكل كان فخور بيها بشكل بالمناسبة اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من رقم 10 بس الفيديو شديني الفيديو بسطني الفيديو مفرحني الفيديو مخلي رقبتي في السماء زي ما دايما صلاح بيعمل زي ما دايما صلاح بيورينا زي ما دايما صلاح بيفرجنا زي ما صلاح بيسجل النهاردة سجل احلى اهدافه على مر التاريخ ده احلى هدف على مر التاريخ بالنسبة لمحمد صلاح مفيش جول بعد كده مفيش مهارة بعد كده مفيش حرفانة بعد كده مفيش جمال بعد كده مفيش موهبة بعد كده مفيش عظمة بعد كده ده اللي عمله محمد صلاح النهاردة مليون سلامة على مؤمن زكريا ربنا يا رب ايش فيه النهاردة العالم كله بيدعي المؤمن زكريا مش بس دعوات المصريين النهاردة العالم كله بيتفرج على مين ده مين اللي في غرفة ملابس ليفربول بيحتفل معاهم بكأس الاتحاد الانجليزي بيسألوا مين ده النهاردة عارفوا مؤمن زكريا عارفوا حالة مؤمن زكريا عرفوا انه كان لعيب كبير وعظيم بسبب محمد صلاح اه احنا مؤمن زكريا ما بيترش على بل او من بلنا لحظة واحدة بس النهاردة هو قال للعالم كله الراجل ده كان لعيب عظيم الراجل ده ظروفه الصحية بعدته عن الملعب الراجل ده ادعوه له ربنا ايش فيه بلقطة اديك شايفة هون الصحف العالمية كلها باخدر اللقطة المواقع العالمية كلها باخدر اللقطة اساطير كرة القدم في العالم واخدين الرقطة اساطير الفن والرياضة وكل شيء واخدين اللقطة ده النهاردة فيه بعد كده عظمة فيه بعد كده جمال الله على صلاح وحلاوة صلاح بصراحة يعني كل مرة يديك مشهد يديك لقطة رائعة هون مش ميكاف فيه انه بيخلينا كل يوم فخرين النهاردة يا جماعة محمد صلاح بياخد بطولة جديدة مع ليفربول النهاردة محمد صلاح خلاص افل العداد مع ليفربول كل البطولات باستثناء الدرع الخارج كل البطولات الممكنة خدها مع ليفربول محمد صلاح اللي قابليه كنا بنحلم بلاعب يشارك اوربيا مش ياخد بطولة مش ياخد هداف مش ياخد جايزة عالمية مش يبقى من افضل اللاعبين في العالم مش نبقى زعانين لو ما خدش بلندور مش نبقى زعانين لو ما خدش جايزة باست بتاعت الفيفا ايه ده ايه العظمة والجمال ده محمد يا صلاح ويجي حد ولا اقولك والله ما بتكلم على الحد ده ناس الصغيرة يعني ناس الصغيرة يعني اللي بتقعط تلقح او تلمح او تستاد لمحمد صلاح مش عايز اتكلم عنهم في اللقطة الحلوة دي هي ناس صغيرة ناس ما بتفكرش صح خلينا نقولها بمعنى اكثر تهزيبا يعني محمد صلاح النهاردة خد بطولة مع ليبربول خرج مصاب من المبراء قل بنا وقع محمد صلاح مش يلعب فينال دوري ابطال اوروبا ولا ايه محمد صلاح تلعب التصريحات بعد المبراء وقال انه جاهز لنهاء دوري ابطال اوروبا قدام ريال مدريد يوم 28 مايو جاهز النهاردة محمد صلاح لما خرج من المبراء قوة ليبربول الهجومية نقص بتاعتمين في الماء رغم ان لويز دياز عمل مباراة جبيرة جدا النهاردة بس محمد صلاح في الملعب قلق لأي دفاع قلق لأي خصم تمريلاته تزداده مهاراته كل شيء محمد صلاح المهم ايه يا جماعة ده عارفين كنت افكر من كام يوم كده لبعض الناس اللي انا كنت لسه بتكلم عنهم دول اللي بيقلنوا من محمد صلاح ويعملوا اي مشكلة لمحمد صلاح ويتكلموا على محمد صلاح باية طريقة سلبية احنا هنقعد نفتكر محمد صلاح ده سنوات وسنوات احنا كان عندنا محمد صلاح ربنا يبارك وربنا يكرمنا ويبقى فيه أكتر من محمد صلاح في المستقبل الله الله هو أعلم بالمستقبل بس خلينا واقعي نموذج محمد صلاح ده لا شفناه قبل كده وربما نحتاج لسنوات عشان نشوفه بعد كده عشان ما نجزمش يعني بالمستقبل في علم الغيب ده بتاع ربنا بس اللي بيعمله محمد صلاح ده مدهش مبهر خيالي والله ما كنا نحلم به والله ما كنا نحلم به نقطة مؤمن زكريا النهاردة الناس كلها بتنشرها الناس كلها بتتكلم عنها لا حد النهاردة تتكلم بشكل كبير عن فوز ليفربول أصلا بالكاس النهاردة ولا حد تتكلم طبعا عن الإنجاز العظيم بوصول النادي الأهلي النهاء الثالث على التوالي بدور أبطال أفريقيا وكل التوفيل إن شاء الله وده من الوداد وهيكسب الوداد على ملعبه إن شاء الله بإذن الله الأهل يكسب الوداد على ملعبه وهيكسب الوداد على ملعبه بس اللقطة دي خطفت الأضواء وهو بصراحة مش هينفع تقول زي ما قلت في المقدمة مش هينفع تقول أصلاه عايز يركب ترند أصلاه عايز ياخد اللقطة وهو أصلاه محمد صلاح يعني لو حبيت أخد اللقطة على باب الله ده ياخد اللقطة على باب الله كده محمد صلاح كده كده واخد اللقطة كده كده هو الترند مش محتاج يعني فأكيد حسن النواية كانت موجودة أكيد حسن النواية في اللقطة دي كانت موجودة يقول لك أصلاه ادغر أصلاه ما بيحب الزميله أصلاه بيحب نفسه أصلاه بيحبش منتخبه أصلاه بيحب ليفربول أكتر أي كلام أي كلام أي كلام